يوم جديد بس مفوش جديد بداية طبعا خلص التعازي للشعب المصري كله الحقيقة أنا يمكن ما حصلش إن أنا قابلت الراحل أحمد رفعت حتى ولو على سبيل الصدفة في أي وقت من الأوقات لكن زي زي معظم الناس زي كل الناس تأثرنا جدا جدا بداية بخبر إصابته ومرحلة علاجه وفترة علاجه ورحلة علاجه اللي كانت صعبة جدا كل الناس تأثرت الحقيقة وكل الناس كانت بتلايله بالرحمة نسينا شوية ولو حتى بشكل مؤقت الخلافات والصراعات اللي في النهاية لا تؤدي إلى شيء وكلنا التفين وورا حالة أحمد رفعت وكل المصريين أنا فاكر حتى في صهرات الأهلي في رمضان فاكر وقت ما كان في حالة حارجة وكان تحت العناية والرعاية المركزة في المستشفى كنا بن دايله وكان كل الناس بتدعي لأحمد بأنه ربنا أموه بالسلامة وقد كان وربنا استجاب لدعاء الملايين وهو لي حكمة في ده طبعا يمكن عشان يرجع لنا مرة تانية يقدر يودع أهله وأصحابه أحبابه شوف قد إيه الناس كلها كان بتدعيله وليلين اللي بتتاح ليهم فرصة زي دي لكن في النهاية لا نملك إلا أن احنا نقول ما يغلاش على اللي خلقه خلص تعازينا للمصريين جميعا بشكل عام ولأسلة أحمد والأهل والدويه وربنا يلهمهم الصبر والسلوان والأحمد طبعا المغفرة والرحمة قصة أحمد قصة صعبة شوية وخليني أقول لكم أنا ما عنديش كل التفاصيل لكن عندي جزء كبير جدا من الحقيقة مش هقدر طبعا أتكلم فيه قصة أحمد عموما بصرف النظر عن تفاصيلها وإن كانت الحقيقة مظهرتش لكم ما أنا أؤكد لك اللي قدر أقوله أنها مظهرتش بشكل كامل كل ما قيل أو كل ما نشر عن قصة أحمد يغيب عنه جزء كبير جدا من التفاصيل وفي بعض الأوقات للأسف الحقيقة بتبان مشوهة أو بتبان أو بتتصدر للناس معلومات وحقيق عكس الحقيقة الأصلي اللي عرفه في حدود معلوماتي أنه في تحقيق أو في أكتر من جهة تفتح تحقيق في الموضوع ده ونتبنى أنها تكتشف كل الحقيقة لكن في النهاية خليني أقول لحضراتكم وما ينطبق على الرياضة ينطبق على حاجات كتيرة جدا في حياتنا ينطبق على التعليم وينطبق على الصحة وينطبق على السياحة وينطبق على حاجات كتيرة جدا شوف في الرياضة تحديدا أو خليني أتكلم في الرياضة بس يعني بما أن إحنا عشاش نادي الأهلي ولا يعنينا أي حاجة غير الرياضة طول ما الصراع هي الرياضة أساسا إيه؟ هي فكرة المنافسة الشريفة أو الصراع حالة الصراع اللي بتكون موجودة طول ما الصراع برا الملعب طول ما الصراع على حالة مصالح شخصية مصالح فئوية في وقت كتير جدا وبيغيب في الصالح العام اللي هي مصلحة الكرة المصرية ثق تماما انه ما فيش حاجة تضير يتغير يتغير الاسماء القائمة على المنظومة وتظل المنظومة كما هي احنا السنوات الاخيرة الحقيقة مش السنوات الاخيرة يمكن في بعض الاوقات انجازات كتير بتغطي على المياه الراكدة زي ما بيقولوا يعني في فترات يفوق المنتخب فيوصل مع الجهري كاس عالم وقالا ياخد بطولة امم افريقيا مع الجهري برضو في 98 ولا اجلنا شوية سنين حلوة كده ناخد فيها افريقيا 2006 2008 و2010 فناخد جرعة مسكن ننسى شوية اوجعنا وهممنا يفوز الاهلي ويشرفنا ويفرحنا ويرفع عالم مصر برا في جميع المحافل يعني سواء مش بتكلم بس على القرية لكن كمان على مستوى الدولي الحقيقة الاهلي رفع بشكل كبير جدا والواحد مش متخيل لو ما كانش الاهلي بيحقق النجاحات دي كان حالنا هيكون ايه يعني كان شكل الكورة في مصر او شكل الرياضة في مصر ممكن يكون عامل ازاي والسؤال الصعب برضو اللي مفيش اجابة طب ليه الاهلي قادر ينجح كده وبقية المنظومة مش قادرة تتحقق اي حاجة يعني يعني ما الاهلي عنده نفس الامكانات الضعيفة جدا جدا مقارنة بالامكانات اللي حوالينا سواء كنت بتكلم على اوروبا اللي هي طبعا مفيش مجال المنافسة او المقارنة او سواء حتى اشققنا في الخليج العربي اللي امكانياتهم المالية والاقتصادية كبيرة جدا ورغم كده الاهلي قادر يقف على رجليه ليه الاهلي قادر يواجه المدارس الكروية المختلفة دي من اسيا من اليابان ومن كوريا ومن السعودية ومن القطر ومن الامارات ومن برازيل ومن المكسيك ومن الولايات المتحدة هذه مش مدارس كروية مختلفة والفوارق بينهم يعني فوارق كبيرة جدا طب السؤال هنا ليه المنظومة بتاعة الكرة في مصر مش قادرة تاخد نفس المنهج ليه المشاكل عندنا هي هي كل سنة كل موسم مع كل ادارة هي نفس المشاكل اللي بتتكرر ليه عندنا هذا القصول الكبير جدا في الحاجات اللي بتحكمنا سواء كتلوايح او قوانين ليه المشاكل ما بيبقاش لها حل تتغير الادارات وتتغير الاسماء وتتغير المسميات كمان ومع ذلك انت محلك سر انت ما تاخدش اي خطوة لقدام يعني على كل الاحوال انا عارف طبعا انه احنا منتكلم في 48 و72 ساعة وخلاص بننسى وبنعدي ونشوف بقى الملف اللي بعده لكن في النهاية اتمنى يعني يكون في لحظات كده بتخلي الواحد يقف ويبص لأحوال كتيرة جدا ويقول لغاية امتى بس هو بس فكرة لغاية امتى هنستمر على هذا المنوع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة